موسيقى إذن مشاهدين هي بطلة ليست من نسج الخيال ولا تلعب أدوار في أفلام الأكشن بل تقوم بمهمتها على أرض الواقع وكل يوم ويبدو أن لها قدرات خاصة وربما خارقة في بعض الأحيان فكيف تتولى المرأة مهمات عديدة كون أم زوجة وعملة وصاحبة مهنة وغير من الأدوار الجواب يأتي على لسان أمهات في هذا التقرير لرولا نجم أبو مراد موسيقى مع دخول المرأة معترك العمل ترأت تغيرات عديدة على مفاهيم الأممة ومعاييرها وتحول الاهتمام بالأطفال والمنزل من دورها الأساسي إلى جزء من مهامها اليومية وأصبحت ربة المنزل سيدة أعمال وصاحبة مهنة وأم وزوجة ومدبرة منزلية بالإضافة إلى دور المعلمة في البيت إذا الأم عندها يعني في عندها الفاسيبليتي إنه إذا حدا بصنا بلك أم حميتها تهتم بالأولاد وفي تترافية هي تنظم وقت شغلة وينات تعم تشتغل وترجع وترجع وتهتم بالأولاد وشي كان دو أفريتين أنا بعطي كل وقت لأولادي وبذلك الوقت بهتم بحالي يعني ماني مأسرع حالي بس وقتي أكيد كله إلوم هذه الالتزامات كلها إذا ما أرادت أن تتممها المرأة بشكل كامل لابد لها أن تقدم الكثير من التضحيات من راحتها ووقتها وتفكيرها وفوق كوام المسئوليات التي تتولاها على المرأة وعلى الأم أن تبدو بكامل أناقتها كي لا تخسر من أنوثتها ومن تلك الصورة الجميلة التي رسمتها ورسمها لها المجتمع الشكل بعتقد رح ينعكس بشكل إيجابي على عائلتي وعولادي إذا بدلني حافز عليه وما بعتقد أنه رح ياخد من وقت كتير بركي يمكن ضحي أنه مش قادرة روح تجين بقى أنه للأسف مش قادرة روح عمل شوبينج لألي لبنتي بس لا أنا معا أنه بدلني بكامل ترتيبة وأناقتي مهما تتفاوت الآراء حول هذا الموضوع مما لا شك فيه أن العديد من النساء حول العالم يحاولن التوفيق بين دورهن كأمهات وكنساء عاملات ولكن هل يستطعنا أن يكون خارقات؟ وهل من وصفة لذلك؟ الجواب مع ضيوفنا في الستوديو لبرنامج اليوم على الحرة رولا نجم أبو مراد بيروت والحديث أكثر عن هذا الموضوع برحب بضيفة المدربة الاجتماعية واللايف كوتش دانيا دبيبو أهلا وسهلا فيك معنا يعني بتأيدي المقولة فيه سوبرمام فيه أمهات خالقة فيه ليش لا؟ طب شو معنى؟ طب شو معنى؟ طب نعمل ديفنيشن للأم الخارقة أو السوبرمام مين هي؟ شوفي هلأ أكتر شي معترف فيه أنه السوبرمام هي الست اللي بتشتغل دوام كامل نص صباح العشية ومسؤولي بعدها عن البيت وعن الولاد وعن العائلة سو فيه ناس بيقولوا أنه لا أي أم عم تشتغل عم بتتمم ويش بيتها بالبيت بيشكل كتير متقن يعني هذي كمان توحد سوبرمام بس هو أكتر ميال ليكون للست العاملة العاملة وفي منهم بيعتبروا أن اللي استغنط عن الكارير تبعها لتربي ولادة كمان هي سوبرمام هي سوبرمام بس لتكون سوبر يعني عم بتكون عم بتتمم كل هالمهام يعني بعد تكون تشتغل بتطبخ بتهتم بالولاد بعد الظهر بتدرسون بتحممون وبتخدون وبتجيبون وأكتيفتيز وعم بتخلص شغلة وعم تهتم بحالة هولي كلهم تقدر تعملون بطريقة مثالية يعني ما في مثالية هوني اللي أكتر شيء أنه فيه ستات بتنصدم بالواقع أنه تما هو النهار 24 ساعة شو بديك تساوي فيه لتساوي؟ أي إنسان إذا كان سوبرمام أو لا إذا بيجرب يوصل للمثالية بيفوت بالحيد لأنه الكمال منه موجود إلا لله طبعاً ففيه ناس بيجربوا يتقنوا كل هالأدوار مية بالمية ما بتزبط بدنا نكون واقعيين دفينيشن طبعاً سوبرمام هي إنه ست بتشتغل يمكن من الثماني للأربعة خمسة هوني بدها تكون عم تشتغل مثلها مثل أي حدا تاني بدها ترجع عالبيت شو فاضلة من كل هالنهار وقت أولي من الأربعة خمسة بدها تنام ساعة عشر حدايش كمان مع هالخمس ست ساعات لتشوف الولاد فيهم وتهتم بالبيت أكيد فيه إذا بتقرنيها بست ما بتشتغل برات البيت عنده وقت كتير أدياء بس بتعرفي شو منا اللي معروف إنه الست اللي بتشتغل بتكون كتير منتجي أكتر بتصير بتعرف تفتقسم الوقت بتصير بتصير منتجي يعني لما بتقعد مع ولادة عم تقعد معهم خلص إيه عم بتخلص لهم اللي بدون إيه يمكن أم بالبيت كل الوقت إنه إيه يلا وبعد شوية وهلأ منقوم من دارس وبعد ولأحكي على التليفون ما بتكون زيت نفس الانتاجية مثل الأم اللي عم تشتغل وبتجي عندها شعور بالزنب إنه إيه بدي يكون معنا يعني دانيا هون شو هالقدرة على المرأة إنه فيها تقسم هالأتحالة وقتها وبتكون عندها يعني بتقدر تلحق على كذا شغلة يعني فيها تكون عم تطبخ وعم تحكي على التليفون يعطوهم حركة دماغ يعملوا تصوير يعني يعطوهم إشياء يشتغلوا عليها اللي بيّن بهيدا التصوير إنه الرجال لما بتعطيه شغلة يعني بيشتغلها بتتركز الأكتيفتي يعني الحركة الدماغية عنده بمناطق معينة السيت إذا بيعتوه نفس الأكتيفتي تشتغل عليها بيضوي كله يعني دائرة من دار إنه بتشوفي إنه دماغها عم بلحق على كتير شغلات هلأ في ناس بقولوا هيدا التعدد المهام إنه بنفس الوقت اللي عم بتساوية ممكن يؤدي لخطأ أكتر للناس أي ملتي تاسكير بيصير بيعمل أغلاط أكتر مثل شو؟ مثل شو فيها تكون الأغلاط يعني شوفي إذا حدا عم بيشتغل بشغله وعم بيعمل ملتي تاسكينج إيه؟ سوري هوني لا مش الحال صوتي رايح اليوم سلامتي الله يسلمي سو ممكن يصير عرفتي يسهل لأنه عم بيطلع بشغلة تانية ما بيكون الفوكس أو التركيز على شغلة وحدة دانيا كلايف كوتش كمين ينحكي عن الworking mother syndrome شو هنه؟ هيدا الست اللي بتحترق من كترة هالضغط إنه عم تشتغل الصبح وعم بتروح على بيتها بعدين بتصير عندها مثل burn out خلاص أطلفت لأنه عم تعطي كتير وتحت ضغط نفسي كتير ما بتكون عم بتخصي سواءت لحالة لحتى مثل تعبي بنزين أو تشافج البطارية تاعتها سوري منشان هيك منقول السوبرمام لحتى تكون فعلا سوبرمام أول كريتيريا هي إنه تصير تهتم بحالة شوي التعبي هي طاقتها لحتى تقدر تكمل مهمتها بالشغل وحتى بالبيت بس ترجع بتتكون هي تحط حالة priority تساوي نشاطات لتريح حالة تاني شي تكون منظمة يعني هايدا تنظيم كتير بساعدها هي لحتى تقدر تلاحق السوري وتعملها الملتي تاسكين وثالث شي تستعين بمساعدة لحتى تقدر تكون سوبرمام بدها تتكلها غيرها بدها تصير تعطي مهمات لغيرها من زوجها ما هي لحتى تكون سوبرمام بده يكون الزوج هوني شو الدور اللي بيرعبه لحتى تكون بده يكون عم بيدعمها إنه تشتغل وبده يكون يساعدها شوي بهمتها بالبيت إذا ما الزوج يعني أهل الزوج أهل الزوجة هن كلهم يعني فيه ستات كتير بتتمنع إنه تطلب مساعدة بس ما فيها ما بتلحق منطقيا بدها تتكل على غيرها بدها تتكل على أحدها بيساعدها بالبيت أو تطلب مساعدة إنه أهلها أمها أختها لحتى يساعدوها ولتقدر تكمل هالواجبات نحن بقيلنا تقريبا ديع يعني هيد الفقرة هي مهدات يعني بمناسبة عيد الأم اللي بيصادفها بـ 21 مارس اليوم دياني شو بتقولي الأمهات اللي عم شوفونا بلبنان وبالمنطقة بدي عيدهم يعني هو عيد أمي كمير بدي إيه وبدي أقول إنه كل وحدة أم سوبرمام سواء عاملة أو ما عاملة وإن شاء الله ينعد عليهم ويضلوا يعني عم بيقدروا يعطوا البيت والعيل والتانية كلها أنا بدي عيدك كمان بدي عيد كل الأمهات بدي أتشكر وجودك معنا دانيا دانيا دبيبو المدربة الاجتماعية أو اللايف كوتش أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرب